السلام عليكم درس اليوم اعتبره من الدروس المهمة واللي لازم تفتهمه ليشني؟ ان هناك الكثير من الخلط بلفظ حرف سي في الكلمات اللي نشوفها لما نقرأ اشياء قطاع قصاص الى اخره باللغة الانجليزية ولهذا اليوم بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نلفظ حرف سي بشكل صحيح في اغلب الكلمات سي يكتب بهذه الطريقة ويجي في بداية الجملة في وسط الجملة وأحيانا في آخرها ولكن هذا ما يعني شي رح اقرأ لك الكلمات وتسمع وحاول تركز شنو اللي اختلف باللفظ كا كابتن كسل كلاب كلايم سنت سيلنك سنتا سيغار سيتي سايكل لو تلاحظ هنا مرة قلت كا ومرة قلت سي اذن عندي كا وعندي سي فلازم اتعلم شوكة الفض حرف سي كا وشوكة الفض حرف سي سي يعني احنا نكتبه سي بس مو دائما نلفظه سي اغلب الاحيان نلفظه كا كا ولكن شوكة نلفظه سي اكو قاعدة تقولك مثلا اذا شفنا سي اي ار هنا الفضة كا مو سي ليش القاعدة شو تقولك تقولك اذا شفت بعد حرف سي حرف اي او اي او واي الفضة سي الفضة سي فقط اذا شفت اي او اي او واي بعد حرف سي الفضة سي اما باقي الحروف الفضة كا طبعا هذا ما عدا حرف اتش اللي رح يصير سي اتش هذا ما انه دخل بيه حاليا هذا انساء ولكن اذا شفت سي وراء حرف غير اي واي الفضة كا اذا شفت وراء حرف اي او اي او واي الفضة سي الباقيات كا مثلا كا ليش قلنا هناك كا ليه اللي بعده شنو حرف اي كات ايضا بعد سي حرف اي هل اي واحد من هاي الحروف التلافة لا فاذا نلفظها كا كابتن كابتن ايضا لفضنا كا ليش وراء اي كاسل كاسل ايضا وراء اي فالفضنا كا كلاب كلاب يعني يصفق ايضا حرف ال بعد حرف سي ال لا يعتبر من هاي الحرف التلافة فالفضنا كا كلايم يدعي او يزعم ايضا لفضنا كا لنفس السبب ولكن هنا لفضنا سنت سنت يعني مو الدولار السنتات يعني مفرد سنتات فقلنا سنت ليش قلنا سنت لأن بعد سي حرف اي هل ال اي واحد من هاي الحرف ثلاثة نعم اذا نلفظها سي مو كا سي لينج شوف سي لينج سقف ايضا لفضنا شنو سي ما لفضنا كا ليش يعني وراء حرف اي فاذا اذا جاء بعد حرف سي حرف 아이 او اي او واي نلفظها سي ما عاد الحرف هال ثلاثة فنلفظها ك سنت سنت سي بعد حرف اي لفضناها سي 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 بعد حرف I لفضناها C City C بعد حرف I لفضناها C Cycle Cycle أيضا Y بعد حرف C أكو حرف Y هل ال-Y من ضمن هاي ثلاث حروف؟ نعم فإذن القاعدة باختصار إذا جاء بعد حرف C I أو E أو Y فلنلفظة C ما عدا هاي الحروف الفضة K ما عدا ذو ما اتفقنا C هذا نجي إن شاء الله في درس آخر ولكن القاعدة هي هاي الآن نلفظة الكلمات كا كات كابتن كسل كلاب كلايم سينت سيلنك سينتا سيقا سيتي سايكل هاي باختصار درسي اليوم وهاي الملاحظة ضرورية جدا لازم تعرفها والسلام عليكم